هي النهاردة كلام كتير جدا فيما يخص محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني واعتقد جريدة الوطن هي اللي انفرضت بناء على كلامهم طبعا انهم انفرضوا بعقد محمد الشناوي على صفحات جريدة الوطن وبالتالي خلينا نتكلم في هذا الموضوع لماذا الآن؟ لماذا الآن؟ طيب على افتراض ان هذا العقد هو عقد صحيح وهي على عهدة الجريدة نفسها او الموقع الوطن اللي هو بيقول ان هذا الجريدة او هذا العقد هو عقد صحيح مية في المية من وجهة نظر جريدة الوطن او موقع الوطن وبالتالي لماذا الآن؟ السؤال دلوقتي هو العقد ده حتى لو على افتراض احنا حنفترض في البداية ان هذا العقد هو عقد صحيح خلاص؟ حنفترض كده طيب ليه محمد الشناوي دلوقتي؟ ولماذا كل اللاعبين المهمين في النادي الاهلي خلال الفترة الاخيرة بيتعرضوا لحملات من بعض المواقع المهمة في مصر وانا هنا مش بتكلم على محمد الشناوي فقط ولكن انا بتكلم على اللي حصل او اللي بيحصل خلال الفترة الاخيرة بيتعرض البعض ده عقد ما بيني وما بيني النادي بتاعي ليه المفترض ان كل مصر تعرف هذا العقد؟ دي حاجة تخص العقد ما بين النادي وما بين اللاعب فليه مصر كلها لازم تعرف هذا العقد؟ طيب وعلى افتراض ان العقد ده صحيح ايه المشكلة لما محمد الشناوي بياخد مبلغ 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه زي ما هو مكتوب يعني؟ فالحقيقة انا بالنسبالي لما اجا اتكلم في هذا الامر بشوف انه امر طبيعي جدا واللي بيحصل في هذا الامر من تسريب بعض عقود اللاعبين زي ما حصل قبل كده في بعض الاندية الاخرى انا بشوفه يعني شيء كل واحد حر وكل واحد بتوصله هذه الاخبار من مصادره ولكن في النهاية ده عقد ما بين لاعب والنادي والتحاد كرة القدم هو الطرف الثالث لهذا اللاعب او لهذا العقد فليه من المفترض ان مصر كلها تعرف هذا العقد ليه؟ عموما هي ما عنديش مشكلة يعني انا مش شايف ان في مشكلة في هذا الامر ولازم الامر ده يعدي خدوا بالحضراتكم هو محمد الشناوي هو حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى منتخبنا الوطني اللي حيلعب بكرة مباراة ودية واللي حيلعب ان شاء الله الاسبوع القادم مباراة امام ليبيا او يعني يوم 18 و11 عشرة حيلعب ضد منتخب ليبيا ان شاء الله لو ربنا يبعد عنه الاصابات ويبعد عنه كل شيء وحش حيلعب هاتين المباراتين في تصفيات كأس العالم المباراتين اللي حيتوقف عليهم حاجات كتيرة جدا خلال المرحلة القادمة فالحقيقة انا بالنسبة لي هو التوقيت لكن طبعا كل واحد من حقه ان هو يجتهد وكل واحد من حقه ان هو يرى ما يرى مناسبا بالنسبة لموقعه او جردته او كذا او كذا لكن في النهاية محمد الشناوي زي ما قلت لحضراتكم هو واحد من افضل اللاعبين في مصر خلال هذه الفترة واحد من اللاعبين الكبار اللي موجودين سواء في النادي الاهلي او في منتخبنا الوطني له ادوار كبيرة جدا مع النادي الاهلي ومع المنتخب الوطني في الفوز بكل البطولات اللي فاز بيها النادي الأهلي وفاز بيها أو وصل لها منتخبنا الوطني خلال الفترة الأخيرة وزي ما حضراتكم شايفين محمد دايما الحقيقة من اللعيبة اللي بتركز فقط في الملعب ما عندوش أي مشكلة تانية يقدر أو ما عندوش أي شيء آخر يفكر فيه هو دايما محمد بيفكر في الملعب فقط علشان كده تطور مستوى خلال الأربع أو خمس سنين اللي فاتوا بشكل كبير جدا 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 فأنا الحقيقة حبيت إن أنا أقول قدق بس على هذا الأمر علشان أنا شايف اللي عايز يكتب حاجة يكتبها واللي عايز يقول حاجة يقولها لإنه من حق كل واحد إنه هو على حسب مصادره يشوف اللي من وجهة نظره بيستفيد منه كموقع أو كجريدة لكن أنا كمشجع للنادي الأهلي بشوف إن التوقيتات بس هي اللي دايما بتختلف ليه دلوقتي وإحنا داخلين على مباراة مهمة أنا بتكلمش عن نادي الأهلي بقى دلوقتي كمان أنا بتكلم على منتخب مصر إحنا داخلين على ارتباطات مهمة جدا ولكن خلي بالحضراتكم محمد الشناوي دايما دايما ما بيفكرش غير في شيء واحد بس اللي حضراتكم شايفينه ده اللي هو المستطيل اللي أخضر بس ما بيفكرش في أمور أي أمور أخرى لأنه لما تيجي حضرتك تبص للأمر من الوضع اللي عايز يوصلك ليه الموقع نفسه هتلاقي كل واحد بياخده بتفكيره ممكن واحد يشوف أن أنت كده بتسخن محمد الشناوي أن أنت بتعمل كذا أن أنت بتعمل كذا لكن في النهاية ما فيش أي مشكلة هو موضوعه بيعدي زيه زيه أي موضوع